صالي اللي بنات مرحبا بيكم معايا مرحبا بيكم في فيديو جديد اذا كنت اول مرة تشاهدي القناة التاعي نتمنى انه يعجبك المحتوى تعالم نورهن وتنضمي الى قناتي وعندك اي استفسار ولا اي مشكل حطيه لي في لي كومنتر وانا راح نريبوند عليكم كامل وبيسيق اي انسانة جربت اي منتج وشافت بلي راني صحيحة ولا غلطة في هادا كل المنتج تحط لي في لي كومنتر نستقبل كامل انتقادات الايجابية ولا السلبية لانه سي آخر ت shooting تحطي تجربة شخصية وكل انسان وتجربة تاعه وكل إنسان والنظرات تعه منتج الي ينفعنينا ولاينفعتكم لاينفعكم يا انتو وهم معignon بعد ما نطول عليكم اليوم ندخلكم في فيديو جديد راح نحكي لكم اعلي البنات عنثلي ه Bernard يتخلصوا من حب الشباب ما رانيش نحكي على حب الشباب هذك اللي راهو معمر وحكاين بكثرة في الوجه تاعكم وكلش نحكي على هذوك البنات اللي يجوين غالما عندهم شالحب ميكيم على بالكم مع الهرمونات معك تعرفوا بلين نحكي لكم ساعات خرجنا حب زوج فلابو تعنا هكا كله تقلقنا وديرنا انزعاج وماذا بيتنا نتخلصوا من الحبة هذيك وكاين بنات راهو يتقبوا هذيك الحبة ويحاولوا هكا اكبير ما نصحكمش انكم تديروا هذي الطريقة لانه بهذه الطريقة راح تخلوا لابو تعكم تزي تتعمر اكثر وكثر ملحب احسن انكم تستعملوا منتجات ولا ديبومادي كخام هكا هذيك خام لي يخلوكم ينحو لكم هذك الحبة هذيك ينحوها لكم بالنسبة لهذه الكريمات كان عدة كريمات ولكن اليوم راح نحكي لكم على الكريم جربته انا شخصيا في الحب بش ينحي لكم الحب ولكن ما نقول لكم الحبة واحدة ولا زوج ليش الحب هذك بكثر لانه اللي عندها حب بزاق هذيك لازم يطرح طبيب الجلد وهو اللي يمدلها اللي بخدوي اللي ناسبوها اليوم راح نحكي لكم على اكني سطوب ما لباليش اذا كوين ليعرفوها ولا ما يعرفوهاش ليعرفوها يحكون على تجربتهم شخصيا معها اسكوا عجبتهم ولا ما عجبتهم واللي ما يعرفوهاش راح نحكي لكم عليها في هذا الفيديو اكني سطوب هي من اسمها اكني سطوب يعني توقفلكم الحب بتاعكم هذي عبارة عن جيل ولا كريمة الكريمة هذي فائدتها انه تنحي لكم الحبة هذيك بس كو كيفاش تديروها راح تبليكوها على الحبة هذيك تحطوها في الليلة لازم تكون ظلمة ما يكونش الضو شاعل ولازم ما يكونش مام اشعة التليفون اه شعة الهاتف ما تقيسلكمش الوجاه تاعكم كي تجي راح ترقدو كامل تحطوها نتشة صغيرة هكا كونتيتي صغيرة خلاط ديروها فوق الحبة وتخلوها تيبس فوق الحبة تاعكم وترقدو وغدوها صباح تغسلو جيني غالما ما هيش راح تنحي لكم الحبة من استعمال اول ولكن راح تنحي لكم الحبة بعد استعمال لمدة ثلاث ايام ديروها كي ما كتلكم على بشرة انظيفة وعلى الظلمة وديروها فوق الحبة برك فوق الحبات هذوك برك تنحوهم وبعد ثلاث ايام راح تنحي لكم الحبة هذي كصح وماملي سيكا تخيص تاع الحبة ما هيش راح تديرها لكم انا كي ما كتلكم جربتها وعجبتني جيني غالما كيتخرج للحبة وكش حبة ولا زوز ولا ثلاثة في وجهي ندير هذي وتنحي لي الحب بتاعي بطريقة طبية وعلاجية ابلا ما تروحوا انكم تنحوها بيدكم ولا بيصير هكا راح تدير لكم اثار سلبية على البشرة تاكم البريتا حق يدير خمسة وثلاثين الف وتتباع فلي فرماسي وملاحة هايلا نصحكم البلد انكم تجربوها ولي جربوها بيانسير يحكونا على تجربتهم الشخصية معها فلي كومنتر واي بنت كي ما قلتكم عندها استفسار تحط لي فلي كومنتر واروحوا عندي كامل انستغرام وضو كنحط لكم الرابط على الانستغرام فيه ماهوش فيه ليزابوني ياسر ابعتوني ميساجات واحكولي على مشاكلكم في الانستغرام رح اريبوند عليكم كامل بالوحدة اشتركوا في القناة